ده كان يمكن كل الكلام عن كاس الرابطة وعن الظروف اللي جاية لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال ولا يزال الاشتباك مستمرا قبل الاشتباك أستاذ إبراهيم كنا بنتكلم على كيروش أنا لفت نظري حاجة مهمة جدا جدا محدش تكلم فيها خالص الراجل أثناء المؤتمر قال لك أنا لو وصلت كاس العالم هتبقى خامس كاس عالم أوصله بفرق مختلفة ودي يعني كفاية عليها كده أنا كده بطلت كرة وتعشد ودي تفسر لك دماغه بالضبط هو نبصص لنا إيه كيروش جاي من ماتش اعتزاد في مصر كيروش جاي حقق أهدافه مش أهدافنا يعني كيروش عايز يوصل مرة خمسة ولا كده كده بطلت وحقق أقته أهدافي هنجيب الفيديو بتاعه في الجزية دي على فكرة ده مهم جدا لأنه هو حاجة غريبة جدا هي دي أهدافك لكن إحنا أهدافنا أنه عندنا فريق قوي عندنا شكل محترم في المحافل الدولية عندنا منتخب له قوام واضح يعني إحنا بكل خلافاتنا الصابقة مع الأجهزة الفنية الصابقة وآخرة كابتن حسام البدري كان خلافنا على أسلوب لعب على عدم استغلال التوقفات بشكل جيد يحسن من ترتيب المنتخب المصر ودفعنا ثمنه وعلى الأداء اللي هو يميل للدفاع ولا مش عارف إيه لكن جاي الأخ كروش رحمي بعتر الكوتشينة ومسك وراء بيضاء وابتدأ أقول من أول الصات أنا كل اللي جاي له يا جماعة خلي بالكم أنا جاي عشان نوصل بكاس العالم وبطل طيب وإحنا مش هنبطل يا ميستر كروش فين أهداف نحن ده كلام مهم ترجمة نانسي قنقر